اشتركوا في القناة إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأبقال فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يكسرون وسواء عليهم آذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر ونتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كريم إنا نحن نرحي الموتى ونتبع قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكفموهما فعززنا لثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاه المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتعوا لنرجمنكم وليعسنكم منا عذاب أليم قالوا قائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرون وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بضر لا تضع عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين إني آعنت بربكم فاسمعوا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباه ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزرون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميعوا لدينا مخررون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من فمله وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقرر قدرناه منازل حتى عادك العنقون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابقنها وكل في فلك يسمحون وآية لهم أننا حملنا ذريته في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حلم وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها وعرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنقع من لو يشاء الله أقعمه إن أنتم إلا في ضلال ربيد ويقولون لتى هذا الععد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا ممن قدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا وكنتم الدعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضلال على الأرائك مبتكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يتعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عاد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقوسنا على أعينهم فاستبكوا الصراط فأما يبزرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين ليرذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن ما خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون مصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحذن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن ما خلقناه من مطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لها مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر معباء يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت لله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العثة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة وقال ربنا طبارك وتعلمه وازدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لو هاتب جير كتب منزلة من الحيد الصماطي ومبشرا لرسول محكب بعده اسمه أحمد فأشارت إلى تغذيب تغذيب بشمول مفضلين ولم يمدبر ذلك بمقتضى القابلية سوى الأمة المحمدية أنه لهم الذكرى فجاءه الرسول المبين اختصم الملأ الأعلى في غالفه ولم يصل الأنبياء إلى بعض تعريفين برسمه إذ كان سبس جنود آدم وتعرض من إبراهيم رفنا وقفهم رسول رب العالمين قال إلا أنك أعلمهم الكتاب والكسبة وزكيهم إنك أنت الأزيز الحكيم نساهب بولا ومما يقول ظالمهم وفارت على من صاحبهم المجنون ثم أرسمت لهم رئيب القرآن الحفوظ المصرون فتذفر حبيب الحمد أنه في سكف المعمهون فتبشروا يا بخير الفعفر وكان أولو الأخرى فالله أرى نبيك يا جعبار فلذا جعله في الردة الأزمية المقدمة لغتنا من النبي مثل قوم من جوامل محمد إبراهيم ومسوحي سبس مريم عين أعيان الوجود ومركز دائرة العرفين ما كان محمد أبا أحد من نجالكم ملاك رسول الله وخاتم النبيين سر أسرار المظاهر ملاد السادات الأفاخر الذي جعل الله جراح صدور أهل الإمام تحكيني تعظيماً فلا وعبك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم في الميازات ثم لا يجب في أنفسهم حرجاً ما قضيته إنساني والتسليماً هذا الحبيب واصلات المنبيين قال لنا ملقم الحجة بعد تصريح والتبريل على ما كيف التشبت بالأديار والتمقة تثيماً قد تجمعهم لديك أسرار المسيطه يا حبيب الله موسيقى 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 عليك يا خاتم الأنبياء ورسل الله يا ذا المكي يا ميادا المكي يا مادح محمد عزيز علي حبيب القبيب لك ألوب به وإذا صر به ذا المكي وصر إلى الليلة العهر صر إلى الليلة العهر شاهد بيناك وهي مجالة وهي تجاوى الغالب عينيك أحلاقها بقى أهلاعها لعلايا سرنا بالأرس حسابي وقل يا هذي قوس أجي صودي وحفظ ذادي وقام برنايا قوس أم أسحى أدوى عيسى أم جادوى حتى أسحى أدوى من الجنية فأحفظ له جنة ونوره قد بأنا أدى في المرحانة بإسفل نيام مقار إبراهيم حلو الطعام وأدعو الراحي بإسفل نيام ورحي بأسحى أم جادوى قوس أم أسحى أم جادوى قوس أم جادوى قل يا هذي قوس أم جادوى بحرقة بأسحى أم جادوى قوس 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 أم جادوى موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة